وانا فرحان ان انا معاكم النهاردة والزمالك كسبان التراجي فاليوم حلو كده بقى يعني دايما ايه احنا بنجي نبطر ااسفين ان احنا نتحدث عن السلبيات اللي في نادي الزمالك والاداء بتاع نادي الزمالك وخطط نادي الزمالك ومدرب نادي الزمالك اليوم نتحدث باجابية عن نادي الزمالك وفوز المهمة خليفة على التراجي بشلسات اه وطبعا دي حاجة كويسة لان عارف انت دايما ايه الخسارة هي اللي بتحتاج قوي ان احنا نقول كيفة وتم الفايز بيفوز بقى بس احنا النهاردة خلينا نتكلم برضو عن المكسب على اهميته ولكن لازم برضو لعبت الزمالك والجهاز الفاني لازم الزمالك يدركوا ان هي مجرد خطوة صغيرة جدا من لو هو عنده هدف الصعود لا الخطوة الاصعب قادمة والصعوبات اللي جاية يعني انت عشان الزمالك موقفه في المجموعة لو طبوس محتاج لسه تلاتة بونت من بلوزداد في الجزائر وده ماتش صعب بالسهل يعني لو هنبص لموقف الفرق المصرية بشكل عام يعني زمالك محتاج لازم يكسب بلوزداد الاهلي محتاج لازم ما يخسارش من سندونس برامتز وفيوتشر اعتقد ان فيهم فريق حيتم التطحية بيه في المجموعات لصالح الجيش الملكي اللي حط حظوظه بقت كبيرة جدا فالموقف صعب لكل الفرق محتاج اللي جاي اصعب اشتركوا في القناة